الباب الثالث حل بسحر وحل بغير السحر الحل بالسحر مخالف حل السحر بالسحر لا يمكن أن يكون مخالف للكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف والأئمة تقوية للسحرة كضعيف للتداوض القرآن إذا قالوا لك عندنا علاج مضمون مئة بالمئة وعلاج مضمون واحد بالمئة تأخذ العلاج المضمون واحد بالمئة صح؟ لا تأخذ مئة بالمئة إذن العلاج المضمون مئة بالمئة قرآن كيف تترك اليقين وتذهب إلى المضمون ثم الساحر الآن المعالج إيش يصنع لك؟ يصنع سحر جديد فالمريض كان لديه سحر واحد وهذا زاده سحر على سحر ثم المعالج الساحر الثاني لا يمكن أن يحل السحر عن المسحور حتى يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان لما يمكن يصنع لك علاج حتى تشرك بالله ثم قدر الله عليك السحر صبرت ماذا لك؟ لك الجنة صحيح؟ رجعت للسحر شكت إصرعي والسلام وانت اختار لي نفسي والعلاج الثاني العلاج المشروع بالرقع الشرعية بشربة ثلاثة بالأدوة المباحة مثل شرب العسل أو الحجامة بالدعاء وسحر النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر حتى تتعلم الأمة الصبر مفهوم؟ طيب